أحد أشكال مدد الله للعبد أن تأتيه لمساندة من زوجته أو من الزوج لزوجته وعشان كده كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيين يقول للسيدة عائشة لما تشتد عليه الأنوار كلمين يا عائشة وإن كان ده في عامل من الكمالات النبوية فما بالك بقى في حالنا إحنا الإنساني لما يجي الزوج بقى يلوم على زوجته أنها بتهتم بالأولاد وما بتهتمش به وده في الحقيقة في أوقات كتيرة مش بيبقى صحيح لأنها بتبقى مهتمة بالأولاد لأنهم محتاجين لهذا الاهتمام لكن هي في نفس الوقت هي مش عارفة اهتمامها بيها يكون إزاي لأنهم مش مرايبين من بعض وعشان كده قبلغ رد بيكون أن ده طفل محتاج رعاية أنت بتقارن نفسك به أنا بكون عايز أقول للزوجة ساقتها طيب والطفل الكبير الطفل الكبير اللي جوه الزوج على فكرة في طفل صغير داخل الرجل وأحياناً كمان بيغير من الطفل الصغير اللي هو ابنك مش بيغير لأنه بيغير من ابنه لكن هو بيغير لأنه عنده كمان طفل محتاج أنه يحصل له رعاية ولذلك إحنا دايماً بندرب في المقبلين على الزواج بندرب الزوجة المقبلة على الزواج أنها تلعب كل الأدوار ومنها دور المرأة الأم والسلام بقى لو فيه ست تانية لمست بقى في الراجل فكرة أنه محتاج للإحتواء ولا محتاج للطبطبة فيروح على طول اللي أنا بسميه الإحتواء البديل خصوصاً بقى لو هي بتعمل ده بسخاء بقى الزوج عينبهر ويحس أنه للأسف غلط في الاختيار في الأول خالص الست اللي هتقدر تعمل توازن بين أولادها وزوجها وتفهم ده بتعيش حياة مليئة بالسعادة والنور ويصحح ده الفكرة عن الراجل هو أنه لازم أدي على طول وما خدش حاجة لا هنا ويحس ويحس أنه هو كمان مستهلك أو هي بتستهلكه فهي بتستهلكه بكتر المطالب لا تتغير الصورة دي ولما تقول له زوجته أنا عايزك تقعد معانا يعمل إيه يفضل قاعد ساكت يقول لها مش أنت عايزانا أقعد معاك قديني أقعد معاك أهو عايزة إيه تاني ويحصل حالة من حالات الصمت اللي هو أنا بسميه العدوان السلبي حالات الصمت والعناد والتجاهل كمان بتحصل حاجة كمان مهمة جدا اللي لازم الأزواج يعرفوها كرد فعل للي حصل ده تبدأ الزوجة تتدايق ولما الست تتدايق بتكون عايزة تتكلم وتقول كل حاجة وتعبر عن زعلها ييجي الزوج يقول لها طيب خلاص خلاص بقى اسكتت الوقتي أنا بكون حاسس إن ده علشان الموقف يعدي تيجي الست بقى تقول يعني إيه أسكت يعني إيه أسكت دلوقتي وما تكلمش إزاي أنا ما تكلمش ده هو ده التنفس الوحيد لي دي بالنسبة لها مسألة حياة أو موت في حين إن مشكلة ممكن تكون بسيطة مش كبيرة وحلاها بسيط هي مش عايزة حل إعجازي هي عايزة تنفس عايزة تشعر بإن في حد شاعر معاها بإحساسها هي عايزة تحس إن هي مش مهملة هي عايزة تحس بالحنية وبالاحتضان المرأة في كتر الكلام مش بتبقى محتاجة على فكرة إن هي ترغي هي محتاجة تحس بالأمان فبتدور في كتر الكلام على الأمان يبقى كده بلاش نصيحة لحضراتكم بلاش نتلكك بالأولاد الأولاد ده ما كان بنهرب فيه لما إحنا الاتنين ما نكونش متوفقين لما إحنا الاتنين ما نكونش حسين ببعض لما إحنا الاتنين نحس بإنه احتياجاتنا غير ملباه لما نحس إن إحنا عندنا احتياج وشريك حياتي مش هيفهمه وعشان كده نعمل إيه بقى عشان نتخلص من الإهمال ده أول حاجة لابد من القضاء على قضية من اللي يبدأ أنا اللي أبدأ بالاهتمام ولا هي اللي تبدأ بالاهتمام بلاش كده بلاش يعتمد كل طرف على التاني إنه ويبدأ بالاهتمام إحنا نعمل إيه عنا نبتدي إحنا الاتنين بالاهتمام ولو حد ابتدى بالاهتمام ما يعتبرش ده إهانة بالله عليكم ما يعتبر ده إهانة عشان ما نفضرش منتظرين بعض وتفضل الأشياء تتراكم وخاصة عند المرأة أنا بحذر الجيلة حضرت النبي ما كانش يسيب السيدة عائشة يتراكم عندها شيء يقول لها إني لا علا ومتى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة ما يسيبهاش تقعد مع نفسها كتير كان يلحقها فعشان كده لازم نبدأ وإلا هنحتاج لطرف تالت يصلح بيننا فإحنا لازم نبدأ ونبدأ بسرعة وما نتأخرش لإنه إحنا لو فضلنا على كده هيحصل تراكم ويحصل للنفس الأمارة بالسوق إنتوا فاكرين إن أكتر حد بيسعد بالشيطان هو من يفسد العلاقة بين المرأة وزوجها طيب وإيه تاني أكتر أكتر حاجة بتهلك هذا الدين وتدمر هذا الدين هو إفساد ذات البين